السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكوا عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الفصدق الكذاب علشان حلويات رمضان متزين الحلويات طبعا هم اطلقوا عليه الفصدق الكذاب او ساموه بالاسم ده علشان طبعا هو مش فصدق احنا عارفين ان هو سوداني طبعا بس بنحاول نغير شكله ونقربه لشكل الفصدق يعني بالشكل بس لكن طبعا في الحقيقة هو طعمه ومش طعم فصدق حتى بعد ما بتحطيه لروح الفصدق برضو بيبقى طعمه سوداني يعني مش هي دي اللي هتخلي طعم الفصدق وراحت الفصدق تمام؟ علشان نبقى متفقين متفقين بس مع بعض كده مبدئيا ان هو برضو سوداني لكن شكله شكل الفصدق علشان كده سميناه فصدق الكذاب او هم يعني اطلقوا عليه الفصدق الكذاب تمام؟ علشان نعمله مع بعض طبعا انا عايزة طبعا الفصدق الطبيعي لونه بيبقى مش كله اقدر علشان كده انا حاولت ان انا اعمل تدرج في الالوان علشان انا مش عايزة كله يبقى اقدر زي ما انتو شايفين كده الفصدق الطبيعي بيبقى مسفر شوية على مقدر يعني فيه درجات في الالوان انا جبت سوداني من المحمصة بتاعت الليب بيجيبيه سوداني حلويات يا اما تجيبيه متقشر خالص يا اما تجيبيه كده وانت تقشريه والافضل انت تقشريه لان لما بجيبه متقشر ساعات احيانا ما بيبقاش لونه ابيض كده وبيبقى متكسر فلو انت هتقدر اجيبيه نضيف كده وابيض تمام انا بقدر كده في المصفة السلك الواسعة دي وافضل افرق فيه لغاية منازل الشوري اللي فيه تمام وانا ما فرجتوش كله ما فصصتوش كله يعني يعني سبت منه شوية سليم لان انا عايزة لما اضيف له اللون ده اللون الحقيقة بيبقى لونه اصفر كده في الاول بس لما تحطو له مية بيقدر ودي روح الفصدق اللون لما بتضيفه عليه وهو مطحون بياشرب اللون قوي وبيبقى اخدر غامق قوي فانا مش عايزة يبقى اخدر غامق قوي مني علشان اللون ما يبقاش بعيد عن الفصدق الطبيعي تمام فانا هاخد سنة لون صغيرة جدا زي ما انتشوفته بمعلاقة مية برضو صغيرة وهضيف له اللون وهو لسه سليم علشان انا مش عايزة يشرب اللون قوي ويبقى اخدر غامق جدا وهتشوفوا معايا الوقتي درجة اللون هتبقى عاملة ازاي روح الفوزدق دي السوداني ده نصف كيلو من السوداني تمام روح الفوزدق لوينت الكمية اكتر من كده مش هتضيفيها طبعا كلها يعني ممكن تضيفي معلقتين كبار بس من راحة الفوزدق يعني هم تقريبا معلقتين كبار تمام وانا وقدركم ان انا مردتش اطحنه في الاول علشان مش عايزة هيشرب اللون قوي لان لو طحنت واضفتول اللون هيشرب اللون بسرعة جدا ومش هقدر ان انا اخفف درجة اللون تمام واحنا اتفقنا ان الفوزدق لونه مش اقدر كله يعني ببقى فيه درجات الوان شوية انا بضيف اللون بالتدريج كده سنة بسنة لغاية ماوصل للدرجة اللي انا عاوزها تمام وبعد لما هقلبه وهو سليم كده هجدو اطحنه بقى في الكابة بس هحاول لو فيه اي سوائل من روح الفوزدق كتير او من المية اللي انا اضفتها لللون هحاول انا اشفها كده بالنكس الأول اخفي المية اللي فيها عشان انا مش عايزة رطوبة تخش للفول قوي تمام فانا اشفت شوية بالكلينكس وخدته بعد كده ايه شايفين السوائل اللي من تحت دي انا خفيتها بالمنديل شوية علشان انا مش عايزة بقى فيه رطوبة قوي تمام هاخده بقى بعد كده اضربه في الكابة بس مش عايزة نعامه قوي عايزة يبقى خشن زي ما انتوا شايفين علشان برضو لما يتحمص الفرن فيه اجزاء فتحة ولونها مبيض في السوداني ما جالهاش الوان زي ما اتفقنا فانا عايزة السوداني الابيض ده لما يتحمص ياخد اللون مستفر شوية او بني فاتح كده علشان لما اضربه تاني في الكابة يديني تدرج الالوان اللي انا قلتلكو عليه اللي هو المستفر شوية مع الاخدر زي اللون الطبيعي نحاول نقربه للون الطبيعي تمام شايفين شايفين درجة الخشونة بتاعته انا ما نعمتوش خالص زي ما انتو شايفين هابدأ اضيف درجة كمان سنة كده من اللون بسيطة جدا يعني رشت رشت لون بسيطة على طرف المعلقة كده وحطت لها مية بسيطة زي ما انتو شايفة منسم كده بالمية علشان انا مش عايزة يبقى فيه سوايل زي ما قلتلكو الضغطي بقى بايدك كويس لون انتو بتقليبه علشان اللون يسبت شوية شايفين بقى بقى فيه لون فاتح مع غامق ويفضل ان انتو تلبس كيس في ايدك تلاجة او لو عندك قلبزات ماشي ما عندكش تلبس كيس تلاجة علشان اللون ده ما بطلعشه بالسهولة من الايد خلي بالك هجيب بقى صانية عندك او الصاج اي حاجة وهتحط الورقة زبدة لو ما عندكش ورق زبدة حطي ورق عادي ورق ابيض عادي وهتفردي كده حاول تفرديه علشان يتحمص معاك وما يبقاش ملزق في بعضه تمام وهتفتح الفورن يكون دافي لما يتخش الصاج للفورن يكون دافي ما يكونش صخن قوي لدرجة انه يحرق السوداني خلي بالك من النقطة دي وتقلبيه من وقت للتاني وهو في الفورن طلعي كده تقلبيه وترجعيه تاني علشان انا عايزة يتحمص ويبقى مقرمش معايا وكمان الرطوبة اللي فيه دي من المياه اللي ضفناها ومن روح الفصدق تروح تمام شايفين ملاحظين فيه السوداني ابيض وهو ما جالوش الوان هو ده اللي انا عاوزاه علشان لما اضربه تاني في الكابة وانا عامه يبقى فيه الوان اصفر مع اخدر مع بني فيبقى شبه الفصدق الطبيعي اللي احنا بنشتريه تمام طبعا الناس كتير امكانياتها مش هتقدر ان هي هتشتري فصدق ده فاحنا بنحاول نقرب الشكل شوية علشان تزيني الحلويات للكنافة اللي هي النابلسية او للقطايف اي حلويات عندك هتستخدمين تمام انا خدته بعد كده لما برت خالص سبته في الصد لغاية ما برت خالص وبقى مقرمش جدا وخدته وضربته تاني في الكابة ضربة بسيطة خالص اخد شوية بس خشنين كده عشان مش عايزهم ينعاموا قوي وهضرب البقى نعاموا شوية بس مش قوي برضه لانك لو ضربتي كتير شايفين لو تلاحظ انها بضرب ووقف بضرب ووقف علشان لو ضربتي ضرب مستمر للفترة كبيرة هتلاقيه نزل الزيوت اللي فيه وبقى عامل زي المعجود معاك مش هتلاقيه مفرول كده شايفين انا بفضي مفرول ازاي فاكك من بعضه ازاي ومقرمش زي ما هو فانت لو ضربتي كتير هتلاقيه عامل معجود معاك كده ومبقاش حلو علا انه هينزل الزيوت اللي فيه احنا كده عملنا خلاص هنحفظه في اي برطمان عندك ازاز اهم حاجة يكون نضيفه مفوش مية وهتستعمليه بقى لأي حلويات عندك اتمنى لوصفة تكون عجبتك ويكون ان شاء الله نلت اعجابك وتعملوها حابة فكركم ان شاء الله بتنسوش لايك وشير واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل وصفة جديدة واستنوني في فيديو جديد كنت معاكو شايماء امين اشتركوا في القناة